مدحف الفن المعاصر في مدينة ليون فرنسية يعرض لوحات الرسام الفرنسي الشهير روبرت كومبا المعرض بعنوان Greatest Heats حيث تعرض أكثر من 600 لوحة على مساحة 3000 متر مربع الأعمال المعروضة هي مجموعة مختارة من لوحاته العامة والخاصة التي عرضها في شميع أنحاء العالم ومنها بعض الأعمال الجديدة التي تعرض لأول مرة لا تقتصر الأعمال الفنية عند روبرت على فن الرسم بل يؤلف روبرت الموسيقى ويعزف الجتار الكهربائي ومن المقرر أن يقيم أربع حفلات خلال المعرض يرتبط روبرت ارتباطا وثيقا بالموسيقى وكان قد بدأ بتأليف الموسيقى في بداية السبعينيات أرسم وأنا أستمع إلى الموسيقى إلى أنواع مختلفة بالطبع وبعض الأحيان أرسم من دون موسيقى ولكن عندما أرسم بالاستماع إلى الموسيقى أستمع إلى الحان التي ألفتها في المعرض نرى ثلاثة طوابق مليئة باللوحات منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم وبمواضيع مختلفة نجد بعض الأعمال من وحي الحكايات الشعبية والشخصيات الكرتونية ولد روبرت في مدينة ليون الفرنسية وعاش طفولته ومراهقته في المدينة التي عرفت بمدينة الفنانين كما تعلمون لا أعرف القيام بشيء آخر في الحياة سوى الرسم لذلك أقدم كل ما أستطيع تقديمه في هذا المجال وهذه اللوحات هي شاهدة بالنسبة لي فهي شاهد على حقبة من حياة عشتها هذه اللوحات تمثل نمطي في الحياة وأسلوبي أسلوب قادم من إنسان عادي لذلك نرى بعضها ضعيف ونرى البعض الآخر فيه أخطاء من النمط الإنساني لكن لهذه الأخطاء ميزات والأهم من ذلك أن الألوان تمنحك حرية وأنا أصنع شخصيات لوحاتي من خيالي فهي ليست حقيقية أنتم تعلمون أن الفنان هو شخص انتقائي البعض يرى أني أكرر لوحاتي دائما ولكن هذا المعرض يثبت عكس ذلك وأمل أن يعكس الواقع أعمال كومبات تتحدث عن الكثير من المواضيع المتنوبعة عن العاطفة في تاريخ الفن في لوحاته نرى شخصية دينية رسمها بطريقة خاصة كالسيد المسيح وهو يرى أن علاقة الفنان بالدين هي علاقة معقدة جدا أحب رسم اللوحات الروحانية الدين كموضوع هو معقد جدا فيه الكثير من الأشياء يمكن أن نعبر عنها في اللوحة لكن ليس من وجهة نظر دينية بل من وجهة نظر فنية بحتة أحب أن أرسم كل المواضيع سواء المواضيع البسيطة والكلاسيكية أو المواضيع المركبة والمعقدة موضوع الجنس والعنف من المواضيع التي تناولها روبرت بتعمق وإذا نار الحرب قد صورت بمشاهد لأونيس بوجود ملتوية وألوان زاهية وأحيانا تأخذ منحة بعيدا تماما عن الجدية كنا نرى المعارك بين شخصين أو بين جارين يمكن أن يقتل أحدهم الآخر باتت المعارك اليوم والحروب بين البلدان وقريبا سنراها بين الكواكب حس الفكاهة في لوحات كومبا آت من حبه لفان التشكيل العبثي وهذا ما يميز لوحته هو يؤكد أنها أعمال فنية ميزتها الحرية في تشكيل اللوحة والنقاد يقولون أنها عقيدة كومبا الفنية الرسم هو لغة عالمية بل هو وسيلة للتفكير والعمل والتواصل مع الطبيعة والإنسان وأنا بالنسبة لي خلقت عبادة من الفن هل تعتقدون أنها جيدة؟ هل تعتقدون أنها جيدة؟ هل تعتقدون أنها جيدة؟ هل تعتقدون أنها جيدة؟ هل تعتقدون أنها جيدة؟